كلا استثمار فصل جديد من الفساد الحكومي يضرب أطنابه في العراق ويطل برأسه من جديد في محافظة النجف بعد إعلان السلطات الحكومية إحالة مطارها الدولي للاستثمار بصفقة مع الشركة العقيق الكويتية في خطوة أثارت غضب العاملين في المطار وسكان المحافظة هذا السؤال نوجهه للسيد المحافظ نوجهه للأمان العام للرأس الوزراء نوجهه إلى رئيس الوزراء أنه لماذا يذهب مطار النجف إلى الاستثمار مطار متكامل من كل النواحة متكامل من معدات من موظفين من شهادات وخبرات في هذا المجال اشتغل المطار صال لخمس طعش سنة لا الموظف اللي بالمطار مستفاد ولا أهالي النجف مستفادين اليوم الموظف معل الملاك هو عقد باتشري طردو هذا واحد ثاني شيء أهل النجف ما مستفادين أي شيء من هذا المطار اليوم قرجت هذه التظاهرات وقبلها قرجت التظاهرات المطالبة أولا تحويل الموظفين بالمطار على الملاك الدام تحويل المطار إلى الوزارة لكن بشرط أنه يتخصص جزء من موارد المطار إلى محافظة النجف الأشرف ورغم الرفض الشعبي لإحالة مطار النجف إلى الاستثمار ومرور هذا الملف الذي يشوبه الكثير من الفساد بمرحلة طويلة من السجالات بين مختلف الكتل السياسية ضمن عمليات التصفيت المتبادلة تكشف وثائق متداولة موافقة مجلس رئاسة الوزراء على إحالة المطار للاستثمار عام 2018 ليطالب بعدها محافظ النجف لؤي الياسرية المتهم بملفات فساد كبيرة هيئة استثمار المحافظة بتنفيذ ما ورد ضمن الوثائق خطوة تحمل في طياتها الكثير من التبعات وتثير حالة من التوجس بسبب تاريخ إدارة المطار المتخم بالفساد يبدأ بتخصيص السلطات الحكومية 86 مليار دينار من أجل التعاقد مع أحدى الشركات عام 2009 ليتبين فيما بعد أنها شركة وهمية ولم ينتهي بصدور أحكام بالسجن خلال عامي 2020 و2021 بحق النائب السابق لرئيس مجلس إدارة مطار النجف جواد القرعاوي بسبب إدانته بتهم فساد تتعلق بصفقات عقدت أثناء توليه منصبه شكرا